السلام عليكم ومرحبا بكم خوتي في درس جديد على القناة دي لكم استفهام عام اليوم ان شاء الله سوف نوريكم كيف اشتقد حساب بايوناير من السفر بكل سهولة وخطوة بخطوة اذا اشن هو بايوناير بايوناير عبارة عن بنك الكتروني اللي تعتبر افضل بنك في العالم وبدون منازع علاش لانه يقدم لنا العديد من الخدمات والميزات مجانا وبيكل احترافية والجميع هو انه مباشرة بعد تسجيل دي لكم من هذا الرابط اللي غنحط لكم في وصف هذا الفيديو غتستفدوا كذلك من 25 دولار اللي هي 150 ديرهم في الحساب دي لكم يمكن لكم تشيريوا بها عبر الانترنت او كذلك تزيلوا بها اللي عجبكم اذا على بركة الله غنبدأوا الشرح دي لنا لهذا الدرس لكن ككل بداية فما تنسافش اخواني الضغط على اعجاب ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء باش تعم الفائدة وكذلك اللي بقي ما اشترك في القناة اشترك في القناة اذا اخواني مباشرة من بعد ما غاديتدخلوا للرابط اللي غنحط لكم في وصف هذا الفيديو غاديتلقوا هنا سجل واكسب 25 دولار غاديتدخلوا لها اذا هنا غاديتلعون لنا خمسة دي الاختيارات بالنسبة للاشخاص اللي كيشتغلوا مستقلين او عبارة عن شركة صغيرة يمكن لهم اختيار الاخيار الاول اما بالنسبة للاشخاص اللي بائعين عبر الانترنت يمكنهم اختيار الاختيار التاني بالنسبة للمسوقين الاختيار التالت بالنسبة للاشخاص اللي عندهم فنادق الاختيار الرابع وأخيرا بالنسبة لأفراد الاختيار الخامس بالنسبة لي انا كبائع عبر الانترنت اختار هذا الاختيار التالي اذا هنا كنقول لهم باللي فعلا اريد الحصول على اموال من اسواق التجارة الالكترونية غا نضغط عليها هنا كيقدموني بعض المميزات اللي غادي يستفيد منها في حالة تسجيل الحساب ديالي عندهم إذن هنا غنقوم بتسجيل الاشتراك هنا بداية التسجيل لاحظوا معي أخوتي أهم ملاحظة بيتنقدمها لكم هو التسجيل في هذا بايونير خستو يكون بمعلومات اللي هي صحيحة ديالكم واللي لاقدر لسولكم على أي معلومة يمكن لكم يعني تأكدوا لهم باللي فعلا هذيك المعلومة صحيحة فمثلا أنا فرض هنا غنقلها فرض هنا غنقل نكتب الاسم ديالي ممكن لكم تكتبوه بالعربية ممكن لكم تكتبوه في فرنسية هنا الاسم الشخصي وهنا البريد الالكتروني اللي يخليكم هذي البريد الالكتروني هو اللي غد يكون في جميع المعاملات ديالكم لذلك حاولوا أن هذي البريد الالكتروني يكون صحيح وعندكم الرقم السري دياله باش حتى لقدر الله بدلتوا التليفون ولا شي حاجة يبقى عندكم إذن غندير الجماعي ديالي وهنا غنعاود ندخل الجماعي ديالي وهنا غندخل تاريخ الميلاد ديالي هذي المعلومات اللي كان دخل فيها عبارة عن معلومات وهمية إذن هنا غنواصل هنا غنختار الدولة ديالي اللي هي المغرب وهنا غنحاول نختار الشارع ومجموعة من المعلومات اللي تبع الأدرس ديالي بالنسبة لهذه المعلومات دائما شوفوا المعلومات اللي مكتوبة عندكم في البطاقة الوطنية حتى لو قدر الله جيتكم بشي فيريفكاسيون أو تأكيد غتصوروا اليوم بطاقة الوطنية أو تصوروا اليوم شي فاكتورة منتعة الماء أو الكهرباء وغيتتحل المشكل بكل سهلة هنا بالنسبة للمدينة نديروا مثلا الرباط بالنسبة الرمز البريدي فهذا الرمز البريدي سيكون كذلك ورقة الكهرباء أو الماء اللي تجيكم الدرد لكم بالنسبة اللي ما عرفش سيأتي لجوجل وغتدير مثلا كود بوستال نديره مثلا غابا وغتدخلوا الموقع الأول هنا لأن كل حي وكيكون عنده واحد الرقم خاص به إذن هنا مجموعة من الأحياء وكل حي لمقابل يلو الرمز البريدي دياله فمثلا أنا كنت في ديور الجامعة غنختار 10,000 وستي غنجي غنكتب هنا 10,000 وستي وهنا غندخل رقم الهاتف ديالي بالنسبة الرقم الهاتف كذلك خصو يكون صحيح لأن تأكيد كذلك كيكون برقم الهاتف غنبدو بستة ما غنديرو السفر ستة وهنا غنطسناو رمز تحقق غنديرو إرسال من هنا غنطدرو بعض لحظات غنطي للحظات والرقم05 إذا هنونو التواصلت بالرقم ديالي pela بكل سهولة. بالنسبة لكلمة سر. هنا سنضروا واحدة لكلمة خاصة بنا. هنا سنعودها. وهنا السؤال التوتيق الأمني. بالنسبة لهذا السؤال الأمني يعني أي مشكلة واجهته وبغيته وتواصله مع السبور يعني الدعم ديال بايونير فغيسه لكم على هذا السؤال الأمني. مثلا. هنا مجموعة من الأسئلة. هنختار ما هو الاسم الأول لأكبر أبناء عمومتك. وهنا غندير الاسم دياله مثلا. عادي. وغنعقل عليها. وهنا غنختار تفاصيل بطاقة الهوية. غنخلي المغرب. هنا عندنا مجموعة من الاختيارات. إما رخصة السياقة. جواز الصفر. ولا البطاقة الوطنية. أنا غنختار مثلا. البطاقة الوطنية. وهنا غنحاول ندخل هاد الباتشا يعني الرمز اللي عندي هنا يا. وهنا غندير واصل. إذن هنا يرجى إضافة حساب مصرفي. هنا غنحاول ندخلوا الحساب البنكي ديالنا هنا في المغرب. فمثلا مجموعة من الأصدقاء عندهم سياش بنك. فمثلا هنا غنخلي المغرب. هنا غنخلي العملة باش عندي الحساب البنكي في المغرب ليه هي. ديرها. هنخليها. ثم هنا غادي نختار. أنا عندي مثلا. سياش بنك. هندير سياش بنك. هنخلي الاسم ديالي كما هو. وهنا رقم الحساب البنكي أو الريب. بالنسبة للناس اللي عندهم سياش بنك. غيدخلوا الابليكاسيون ديالهم. وغيطلبوا ديماند ريب. غيطلع لهم الريب ديالهم. وكذلك غيطلع لهم هاد الرمز سوفت. ليه هنا يا. هاد شيء بالنسبة للأشخاص اللي كيعرفوا يتعاملوا بالابليكاسيون يعني التطبيق ديال السياش بنك. اما بالنسبة للأشخاص اللي غيواجهوا اي مشكل. يعنيهم سوى يمشيوا للاجونس ديالهم اللي فتحي فيها الحساب البنكي ديالهم. وغد يطلبوا منهم هاد المعلومات. غيطلبوا منهم رقم الحساب الماكي يعني الريب. ثم غيطلبوا منهم كذلك رمز سوفت ديال الحساب ديالهم. اذا مليك نكمل هاد المعلومات هذي كاملة. كنجي هنا كندير هنا موافق. وكندير اوافق على الاسعار والرسوم. وكندير ارسال. تل هنا غد يكون كل شيء واعدك. غنت سنوى تقريبا بين ثلاثة ايام الى خمسة ايام. ما تحسبوش السبت والحد لانهم خارج اوقات العمل. وغد توصلكم واحدة الرسالة ديال الكونفرماسيون يعني ديال تفعيل الحساب الجمعي لديكم. غد دخلوا ليها. وغد تبعوا هذا الشي اللي غيطلبوا منكم. وغد اكتو الحساب. ومبروك عليكم حساب بايوناير. اذا هذه الخطوات السهلة والبسيطة باش تفتحوا حساب بايوناير ديالكم. اي سؤال او مشكلة واجهته حاولوا تديروا ليه بالتعليق الخاصة بهذا الفيديو. سنجاوبكم عليه ان شاء الله. او اي مشكلة كان مستعصي توصلوا معي في جيميل ديالي. استفهم معهم. ارو باس جيميل بون كون. ان شاء الله سنجاوب الجميع على الاسئلة دياله. اذا اخوتي اذا عجبكم الفيديو ديروا جيم. وبرتجوا مع الاسدقاء المهتمين بالبجال. وإذا كانت اخي اختي هدية او ازارة لك القناة. فبتنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد لنا اول باول.